السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير يا حبيبي ان شاء الله النهاردة نبدأ بقى جزء جديد وجزء اخير ان شاء الله بقى في المنهج بتاعنا اللي هو الجزء بتاع الكيموثيرابي او اللي احنا يعني متعودين نسميه كده مجازا الانتيباتيكس هو انا رأيي يعني برضو لقيتلكوا عليه دايما رأيي يعني مالوش اهمية كبيرة يعني في الحياة لكن رأيي ان هو ده اهم موضوع انت اخدته في الفرما او هتاخده في الفرما طول عمرك لان الانتيباتيكس كلكم ان شاء الله لما هتتخرجوا بغض النظر بقى عن التخصصات بتاعتك وكلكم هتحتاجوا تستخدموا للمرضى بتاعكو انتيباتيكس فيعني دايما التركيز كده في الناس اللي بتعلم تعليم تطبي على مستوى الاندرجرادي وتهتم بالاولويات بيبقى عندهم جزء الانالجيزكس وجزء الانتيباتيكس ده اساسي لان زي ما قلتلكم دي الحاجات اللي هي يعني ايه كله ان شاء الله هيوصفها للمرضى بتوعهم اه قبل ما نبدأ بس موضوع الكيموثيرابي النهاردة مقدمة اه انا بحب اقولها الحقيقة في البداية الموضوع بتاع الكيموثيرابي وبرضو من المقدمات اللي عليها خلاف شوية بالنسبة للطلبة يعني في طلبة بيحسوا ان هما طول عمد المحاضرة يعني مستفدوش حاجة فيه الناس بيحسوا ان هما يعني حطوا قواعد مهمة في الكلام بعد كده على الادواية بالتفصيل فهسبكن توزقك بقى بس كده كده ان شاء الله هقولها اه يعني لو النهاردة ما ممشناش واقف الكتاب يعني بما يتناسب مع الطموحات فمحدش الدايق يعني وانا الحقيقة برضو قعدت ادور كتير قوي على المذكرة اللي كنت تعملها بتاعت الانتروداكشن واللي فيها التجمعات واللي فيها الكلام القريب من اللي انا هقوله دلوقتي ده للأسف ما لقيتهاش لاني واضح ان بعد ما حصل يعني اللي حصل السن اللي فاتت في السنتر يعني غالبا كنت مقرر ان انا حبعي تخلص بقى عن الموضوع التدريس ده ومش فاكر ايه اللي حصل بس اعتقد ان انا يعني ايه تخلصت من كل الحاجات اللي كنت تعملها للأسف ما كان فيها حاجات يعني ايه ممكن تبقى يعني حتى لو حادي سيبها للذكرى بس يعني كانت يمكن لحظات انفعالية شوي هحاول والله بازن الله برضو ادور عليها تاني واحاول حتى لو عملت لكم بشكل ملخص كده عشان النهاردة آآ يعني عارف ان الموضوع صعب يعني احنا انتابع من غير ما يبقى فيه قدامنا صورس عارف يعني صعوبة الموضوع ده بالنسبة للناس بس معلش استحمل بعض كده النهاردة ان شاء الله وكله هيتعاد مرة تانية لما ليجي نتكلم على كل درج على حدة يعني طيب يعني ايه كيمو ثيرابي ايه كلمة كيمو ثيرابي معناها ان انا هستخدم دواء يقولوا عليه كيمو ثيرابيوتيك ايجنت او كيمو ثيرابيوتيك درج عشان اعالج حجم الاتنين عشان اعالج ميكروبيا الانفكشنز وعشان اعالج كانسر خلاص يبقى هم دول الكبار او بتوع الكيمو ثيرابي آآ هستخدم ايه بقى والله المجموعة بتاعت علاج الميكروبيا الانفكشنز هسميها انتي ميكروبيا الكيمو ثيرابي ويبقى الهدف منها زي ما قلنا اما ان احنا نقتل الارجنزم يقولنا نقول عليه بقى مصطلح صيدل زي ما هنتكلم ان شاء الله او ان انا اوقف الجروث والملتيبليكيشن واقول عليه ساعتها استاتيك آآ الهدف التاني ان انا موت الخلايا السرطانية باستخدام الانتي كانسر كيمو ثيرابي مش عارف الحقيقة اقول من حسن الحظ ولا من سوء الحظ ان احنا ما عندناش في المنهج خالص واكيد من حسن الحظ في الظروف اللي احنا فيها كلنا دي ما عندناش خالص اي كلمة في الكتاب عن الانتي كانسر كيمو ثيرابي حتى كان السنوات الماضية كان بيبقى فيه صفحة ونص صفحتين كده على استحياء قوي فيهم كلام عن الانتي كانسر دراجز لكن خلص ما اعتقدش ان هم حتى موجودين في الطبعة الجديدة بتاعة الكتاب طيب يبقى كله ان شاء الله بقى من هنا ورايح حد ما نخلص على الانتي مايكروبيا الكيمو ثيرابي بنرجع نقسم الانتي مايكروبيا الكيمو ثيرابيوتكس الى مجموعات تقريبا هم الست مجموعات اللي قدامنا دول اكبر مجموعة طبعا واكتر مجموعة انت هتتعامل معها كطبيب هي الانتي باكتيريا الكيمو ثيرابيوتكس بنرجع نقسم الانتي باكتيريا الكيمو ثيرابيوتكس بتقسيمات كثيرة جدا في اكثر من تقسيمة للمجموعة بتاعة الانتي باكتيريا الكيمو ثيرابي بس مبدئيا كده ممكن نعتمد التقسيمة يعني يمكن تكون الاهم ان انا بقسمهم على حسب الميكانيزم وانقول دلوقتي كده ان شاء الله بسرعة ايه بتاعتنا اللي ممكن اشتغل بيها عشان يا اما موت البكتيريا يا اما وقف النمو والانقسام في مجموعة رقم واحدة نبدأ بيها اسمها بتمنع تصنيع السيلول في البكتيريا فالسيلول ده لما بنمنع تكوينه بيحصل للبكتيريا يعني هم المجموعة دي كلها تقدر تقول كده وانت متطمن ان هم بكتيري سيدة لان كلكم عارفين السيلول ده بيحميها من في الميديم اللي هي عايشة فيه لما فيش سيلول بتبتدي تشرب مية لحد ما تنفجر يعني دي دي الفكرة ببساطة يعني تحت عنوان سيلول انهيبترز هنلقي مجموعات كثيرة جدا اختلاف بقى كيميائي في مجموعة ان شاء الله مهم اوي اهمهم يعني اسمها البيتالاكتام انتيبيوتكس لكن هنسمع عن غيرهم زي الجلايكو بيبتايدز والجلايكو بروتينز واسامي ان شاء الله كلها جاي لكن تبقى اهم مجموعة يعني هي مجموعة البيتالاكتام انتيبيوتكس كلهم فيهم نفس التركيبة الكيميائية اسمها بيتالاكتام رينج او بيتالاكتام استركتشر وده اساس شغلهم في اه الانتيباكتيريا الاكشن بتاعها مجموعة كبيرة جدا برضو هتجلنا ان شاء الله بعد كده اسمها بروتين سينثيسز انهيبيتورز وهنتكلم ساعتها ان شاء الله على فكركوا يعني وانتوا هتبقوا ان شاء الله اشتر مني يعني في المايكرو اعرفين خطوات تكوين البروتين في البكتيريا فحاول اوقف خطوة منهم باستخدام الادوية دي الادوية دي ملهاش قانون قوي هما معظمهم بكتيري سايدل اه معظمهم اسف بكتيريو ستاتيك في موضوع البروتين انهيبيشن معظمهم ستاتيك مش سايدل يمكن في مجموعة مهمة اسمها الامينو جلايكوزايدز هي اللي بتشتغل بكتيري سايدل لكن في العموم ممكن يكون يتقالع عليهم كده بكتيريو ستاتيك لحد ما ناخد بقى ان شاء الله تفاصيلهم كل مجموعة الوحدة مجموعة اسمها نيوكليك أسيد انهيبيتورز همنع تكوين الDNA او الRNA في البكتيريا لو انا اشتغلته مباشرة مباشرة همنع الDNA والRNA هيبقى سايدل هنسمع ان شاء الله عن مجموعة اسمها فلوروكوينولونز هنسمع سنريفامبسين مترونيدازول ده يتقال ان شاء الله هنا وهنا اللي هو الفلاجيل فاللي بيشتغل دايريك ده بيبقى غليبا بكتيري سايدل او سايدل عموما يعني حتى لو مش على بكتيريا زي البروتوزول في طريقة ان دايريك ان انا ماليش دعوة بالنيوكليك أسيد نفسها انا بمنع بقى خطوات تكوين الفوليك أسيد او بمعنى اصح الاكتف فورم اوف فوليك أسيد الو الفولينيك أسيد هنسمع عن السلفونامايدز هنسمع عن دوا اسمه ترايميثوبريم بإذن الله كله يعني وهنسمع عن دوا كومبينيشن من الاتنين فكرته ان انا عطل تصنيع الفوليك أسيد في البكتيريا بداية من حاجة اسمها بابا بارا امينوبنزويك أسيد ونوقف بقى الطريق ده عشان بالتبعية قلل تكوين البيورينز وبالتالي بقلل تكوين انيوكليك أسيد المجموعة اللي بتشتغل ان دايريك دي بتبقى بكتيريوستاتيك بعد كده هيبقى عندنا الانتي تيوبركولاس دراجز هو الحقيقة التي بي كلكو عارفين ان هو نوع من البكتيريا بس هو دايما الادوية بتاعته لانها سبيسيفيك قوي ولان معظمها ما بيشتغلش او ما بيبقاش بريسكرايب الا في حالات التي بي طبعا ممكن يكون لهم استعمالات اخرى بسيطة لكن المين يوز بتاع الادوية دي هيبقى في التي بي فبنسميهم على بعض كده مجموعة الانتي تيوبركولاس دراجز هم داوين مهمين قوي وبعدين خمسمائة دوة كده كلام بسيط فيهم الريفامبسين والايزونايزايد دول هما الدوين الاساسيين عندنا الانتي فيرال دراجز وبدأ يبقى فيه اهتمام شوية في المنج بتاعنا بالادوية الانتي فيرال والميكانيزمز بتاعتها والمشاكل بالذات لما طلع بقى من مشكلة الكوفيد 19 او الكورونا بدأ يبقى فيه كلام كتير عن الانتي فيرال دراجز طبعا فيه اضر فيرال انفكشنز مهمة زي الهيباتايتس بانواعه بقى خصوصا السي والبي عن الانفلونزا كلمتين عن الايدز او الاتش اي في هنقول ان شاء الله الكلام دا كل الانتي فيه سنة من السنوات كان الانتي فانجل دراجز واخد مساحة كبيرة جدا جدا من الكتاب سهي بعد كده يعني الامور تخففت شوية من الامتحانات فهنشوفش ان شاء الله السنة دي لكن يبقى برضو فيه عندنا مجموعات ادوية كده مشهورة اوي في الانتي فانجل دراجز زي مثلا دا واسمه انفو تيرسين بي زي مجموعة الازولز وكلام صغير بقى عن مجموعات اخرى او ادوية اخرى زي جريزيو فالفين او غيره الانتي بروتوزول دراجز دي دايما لما ليجي نتكلم عليها هتشمل حكتين هتشمل علاج الاميبييزيس بيسموهم الانتي اميبيك دراجز ويبقى برضو اهم دا فيها هو الميترونيدازول اللي هو الفلاجيل يعني كاسم تجاري والانتي مالاريا دراجز وبرضو المالاريا حالتها معانا مش مستقرة اوي في المنهج احيانا بتتشرح واحيانا بتتشرح باستفادة واحيانا بتتطنش خالص هي موجودة في الكتاب على حد ما انا قلبت كده لكن ان شاء الله برضو اين نركز على الادوية المشهورة في المالاريا الانتي هلمينثيك دراجز دي الحقيقة بقى بالنسبة لنا في الفارما يعني ابوك حاجة ممكن تتشرح لان هي كلها معتمدة على فهتلاقي معلوماتك الكبيرة فيهم يمكن تجاه من البارا لان احنا او انا بتكلم عن نفسي يعني مش خبير اوي بقى في انواع الاددان ومين فيهم مش عارف ومين فيهم مش عارف الحاجات بقى العجيبة بتاعته ومش عارف وتينية وانواع تينية فتلاقي الموضوع بالنسبة لنا هنا هيبقى مجرد يعني يمكن بس نتكلم على الانتي بالهارز دي ممكن نقول فيها حاجة لكن الباقي كله هيبقى يعني ايه اسم الهلمينثيك يعني الاددان وعلاجها ايه يعني ان شاء الله لسه بادر عبارة ما نوصل لهم فربنا يسحي ان شاء الله يمكن ده بالنسبة لنا كده ايه السكيم بتاعنا ان شاء الله اللي هنمشي عليه طيب في عندنا بس مصطلحين عايزين نفرق بينهم قبل ما نبتدي كده نقول المقدمة ايه يعني ايه الفرق بين كلمة كيمو ثيرابيوتيك ايجنت او كيمو ثيرابيوتيك دراج وما بين كلمة انتيبيوتك هو الموضوع بسيط والله الكيمو ثيرابيوتيك كلمة عمومية شوي تشمل اي دواء زي ما اتفقنا بيعالج كل العصبور ده كلمة كيمو ثيرابيوتيك ايجنت كلمة انتيبيوتك هي نوع من انواع الكيمو ثيرابيوتيك لو كان جاي من ناتشرال سورس يعني لو كان الدواء اللي هستخدمه سواء في علاج أو في علاج الكنسر ده جاي من بمعنى أو بكتيريا تانية يبقى هسميه ساعتها عشان كده الجملة الشهيرة كل الانتيبيوتكس لكن مش كل الانتيبيوتكس ممكن تبقى جايين من ممكن تبقى سينثاتيك ممكن تبقى سيمي سينثاتيك فدي المصطلح الاشهر هو كلمة كيموثيرابيوتك بس احنا عشان كلمة تقيل علينا شوية وكلمة انتيبيوتك دي يعني على لسنة على طول فهنستعمل كلمة انتيبيوتك يعني ايه يمكن نكون في موضعها صح وفي غير موضعها طيب نبدأ باقي كده ان شاء الله نشوف الاسكيم بتاعنا اللي هنمشي عليه ونحاول نحط شوية قوانين عشان نتطبقها ان شاء الله كده لما نتكلم على الادوية احنا نبدأ طبعا بازن الله كده اول حاجة هي الانتيباكتيريا الكيموثيرابي ده الجزء الكبير والجزء يعني في رأينا الحقيقة حتى طبيا يعني هي الجزء الاهم كالعادة بقى لما نيجي نتكلم عليهم زي اي مجموعة ادوية هنتكلم بالاسكيم اللي احنا تعودنا عليه دايما السورس ازا كان في حاجة مهمة في الكيميستري بتاعتهم وبعدين نتكلم على فرماكو كيناتكس برضو بنفس السيستم ادمي ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم واكس كريشن هنتكلم على بدل ما اقول كلمة فرماكو ديناميكس هنا بنحب نستعمل كلمة تانية اسمها انتي مايكروبيال اكتيفتي انتي مايكروبيال اكتيفتي تمام الانتي مايكروبيال اكتيفتي دي هتشمل الات هتشمل ميكانيزم ده بيشتغل ازاي ودي الحقيقة حبيبي يعشان الموضوع هيبقى كبير قوي ومرهق قوي في المذاكرة ويعني مش عايزة تخوفها كلها هي موضوع مش صعب لكن هي فكرة ان عدد يعني البلوية كتيرة ومجموعات كتيرة كلمة ميكانيزم بتاعت الباكتيريا دي او بتاعت الانتي بيوتكس عموما او الانتي الكيميوتيرابيوتكس يعني دي ما فيهاش فصال دي حاجة لازم تذكرها لازم تذكرها ده بنسبة للميكانيزم بعد كده ما بنقولش اوي فرماكولوجيكال لكن بنقول حاجة مهمة اسمها ده وده بيشتغل على انواع ايه من البكتيريا وهنرجي ان شاء الله دلوقتي نتكلم كلمتين صغيرين كده عن فيه ناس بتحب بتحط معاهم إذا كان حصل منهم او البكتيريا بدأت تبقى ليهم بنقول كده بسرعة ايه هو التفسير بتاع ليه حصل وبرضو ده هيبقى الاساس على فكرة في المايكرو يعني احنا هناخد هنا كده ايه قشور لكن المايكرو هو الاساس بقى اللي هو يعرفنا هل دي اه حاجة اه يعني لها علاقة باكوايرد ولا انهيرتد ولا هي اه تبع البلازمد اه كنترولد ولا دي ان ايه كنترولد يعني التفاصيل البسيطة اللي هنقولها دي انت عارف معظمها عن طريق المايكروبيوليو ده لو كلمنا على جزء اللي بنسمي الانتي باكتيريال اكتيفيت بتاعت الادوية اه ساعات بنحط معهم يعني انا بس عايز اتأكد من الكتاب اه ساعات بنحط معهم كلمة اسمها سيليكتيفتي مش دايما موجودة يعني مش دايما بتكلم على حتة سيليكتيفتي دي لكن هتتقالف وسط الشرح بتاع الميكانيزم طيب ده بالنسبة الانتي مايكروبيول اكتيفتي من الاسبيكترم ده هقدر اتكلم على بتاعتهم ودي من الحاجات اللي هي يعني يفدنا فيها قوي الكلام بتاع الميكرو يبقى هارف ان شاء الله على قد ما اقدر كده بتعمل ايه سواء كوكاي او باسيلاي بتعمل ايه الحاجات ازا كان فيه حاجات شوية كلميديا ومايكو بلازما والكلام ده كله هيفدنا قوي انه هقدر استنتج منه من الاسبيكترم ده بعد كده نيجي لنقطة التانية المهمة قوي قوي في الكلام اللي احنا بنسميها الادفيرس او يعني ممكن نقول عليها ممكن لو كان ده ومؤز شوية نقول دي مع الميكانزم انت كده في الامان انت كده لما تيجي تذاكر انت بقى تكس وتركز على نقطتين دول هتلاقي معظم أسئلة الامتحانات سواء نظري او سواء بتكلم على حتة فلو عرفنا دول خلاص احنا كده يعني ان شاء الله الدنيا مش حلو آه فيه كلام حلو في الكينيتكس ممكن احتاجه فيه كلام في الانديكيشنز ممكن ابقى عارف يعني امتى اقول ان هو بيستخدم في كذا وامتى لأ لكن هما دول اهم من نقطتين النقطة اللي بعد كده لو موجودة لو موجودة مش دايما موجودة يعني ودي كان عادة احنا ممكن نستنتجها من يعني لو دا ما عليش يا شباب النهاردة فيه بس شوية ارهاق دا النفس متأرجح لو فيه مثلا دوا بيعمل زي مثلا مشهولين قوي يبقى ممنوع ان انا هتديه في عيان الليرجيك لو الدوا دا بيعمل مشاكل تيراتوجينك او يعني ممنوع في الحوامل الدوا دا بينزل مع ممكن يؤثر على يبقى ممنوع في وهكذا الدوا دا يعني المضوع يبقى بسيط جدا لو مكتوب هيبقى كله معتمد على ان احنا فهمنا او اخيرا لو موجودة برضو هيبقى جزء وده من حاجات المهمة الحقيقة وفي الفارما لكن يعني ايه احنا في منهجنا برضو شوية تلاقيه موجود وشوية لأ فلو موجود بازن الله هنتكلم عنه يبقى لو اخدت بالك كده هو بتاعنا مش مختلف خالص عن بتاع الادوية العادية باستخدام يعني باستثناء بس ان احنا استخدمنا لفظ antimicrobial اكتيفتي او لو بني كلم على بكتيريا بدل ما استعمل لفظ او طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده ناخد شوية تفاصيل بقى في الاسكيم ده عشان نحاول من خلالها ان احنا نحط شوية يعني طيب لو بدأنا كده بالسورس احنا اتفقنا خلاص لما اجيك كلم على انتيبيوتك هيبقى تيمو ثرابيوتك بقى بمعنى صح هيبقى عندي حاجات ناتشرال اللي احنا هنسميها انتيبيوتكس جاية من فانجاي او جاية من او جاية من او جاية من بكتيريا المهم انها جاية من ميكرو ارجانيزم سورس النقطة التانية او المصدر التاني هيبقى سامي سينثاتيك كلنا بتاعلي برضو فاهمين زي ما اسمعنا قبل كده مثلا في المجموعة بتاعت في حاجات ناتشرال مورفين طلعنا منه هيروين كودعين طلعنا منه دايهايدرو كودينون وهكذا فبنجيب الحاجة ناتشرال وتغير الكيميا بتاعتها شوية فايطلع مركبات سيمي سينثاتيك وفي حاجات سينثاتيك ودي بدأت تكتر شوية في الانتيبيوتكس او هو المفروض ساعاتها ما سمعاش انتيبيوتك الحقيقة بس خلاص بقى الكلمة لازقة مش هلنا عارف نعالج نفسنا منها دي مجموعة جاية من مصنع تماما ما لهاش اي مصدر لعلاقة بالآ بكتيريا ولا فانجيس ولا حاجة طيب لو جلنا نتكلم على الكيميستري دايما نقطة الكيميستري في الفار معموما ازا كاتت هتساعدنا في حاجة والله لو مش هتساعدنا في حاجة خلاص مش مقاما يعني مثلا فيه عمدين هقولك مثال مشهور جدا مجموعة فيها البرسيلين دي دي مجموعة يسموها بيتا لكتام انتيبيوتكس ساعدت هقول كده والله هقول ان هذه المجموعة ديرايفت او كونتينز البيتا لكتام رينج او البيتا لكتام نيوكليس وهنعرف ان شاء الله وقتها ان البيتا لكتام رينج دي هي اللي بتشتغل هي اساس شغل الدواء كانتيباكتيريا طول ما هي سليمة طول ما الدواء شغال لو حصل ان البيتا لكتام دي تكسرت يعني الرينج بتاعتها كده اتفتحت يبقى ساعتها الدواء فقد الاكتيبيوتي بتاعته خلاص ودي هتبقى مع الوقت ان شاء الله لما دي ناخد تفاصيل هتلاقي إيه اللي يكسرها حاجتين الحاجة الاساسية انزايم البكتيريا بتطلعو يكسر البيتا لكتام وكلكم متوقعين ان شاء الله هيبقى اسمو بيتا لكتاميز ودول انواع كتيرة قوي فبنقول عليهم بيتا لكتاميزس خلاص يبقى دي اللي هتكسر للرينج في بعض الادوية اللي بيكسرها الـ HCL بتاع الاسطمك يخليها على جنب دي يبقى ده نقطة ممكن تذكر في الكيميا وهتبقى نقطة مهمة طيب مثال تاني في عندنا مجموعة في غاية الاهمية يعني في المنهج وفي الطب الحد النهاردة اسمها مجموعة الامينو جلايكوزايتس هنسمع ان شاء الله وقتها عن ستريبتو ميسن وجنتا ميسن وكانا ميسن وتوبراميسن وكل يعني ميسن دي هيبقى كتير اوي في المنهج يعني الامينو جلايكوزايتس في الكيميا بتاعتهم very very للصبح كده الصبح اقرب highly ionized highly ionized طيب تفرق معنا في ان هما highly ionized وطبعا وقتها هقولك ان هما basic والبيتالاكتامد والاسيدك بس يعني بناخد فكرة كده عن الـ A scheme تفرق معنا ان هما very highly ionized كده ان هما lipid insoluble فعشان كده هيبقى مرورهم من خلال اي cell membrane صعب جدا 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 فهنا تخيل بقى لو جيت اخدتهم oral مش هيعرفوا يمتصوا اخدتهم حقن مش هيعرفوا يوصلوا blood brain barrier هلاقيهم مش مسكين او على plasma proteins مثلا يعني خلاص يبقى دي نقطة هتبقى تفرق معايا قوي لو انا قلتلك ساعتها فكرتك بقى ان هما very highly ionized drugs في مثلا مجموعة السلفونامايدز تحتوي على السلفونامايد رينج او سلفونامايد ستركتشر ودائما احنا عندنا مشكلة مع السلفونامايدز ان هما بيعملوا هايبر سينستيبيتي راكشنز قلتلك زمان كده كان دائما لما نكتب دواء لناس كوبار في السن يقول لك بلاش تكتب لي حاجة فيها سلفة ليه عم الحج يقول لك عشان ايه بتموت بتحمل الالرجي قد تؤدي الى الوفازة الانفلاكتك شوك وكلنا فاكرين قصة الكروس الالرجي ما بين ادوية وما بين السلفونامايدز يعني فاكر انت مجموعة السلفوناليورياز السنية دي فاكر قبل كده الثايزايدز معظمهم فيهم وتقريبا كلهم فيهم سلفونامايد رينج وهكذا فده بالنسبة للكيميا لو كانت مهمة النقطة التالتة في الاسكيم بتاعنا اللي هي الفارماكو كينيتك عايزكم بقى ان شاء الله كده ايه نحاول بقدر الامكان نطلع بشوية رولز عشان المستقبل القريب ان شاء الله لو بنتكلم على في مجموعة من والابزورب في احنا بشرح هقول لك دول بيتاخدوا والابزورب حلو خير وبركة طيب في منهم ادوية بيقل في وجود الاكل مستحسن دايما ان هم يتاخدوا بفور ميلز انتصاصهم ببقى احسن وجود الاكل بيعطلهم في بعض الادوية وليكن مثال مثلا مجموعة قديمة او يسمها الترا سايكلينز الترا سايكلينز دي يقل امتصاصها بذات المجموعة القديمة فيهم لو في اكل او لو في اي حاجة من يعني لو انا واخد كالسيوم او واخد الومينم او الومينيوم انت زوءك امريكاني والانجليزي لو انا واخد ماجنيزيوم او لو انا واخد ايرن حديد تمام الترا سايكلينز ومجموعة تانية كده اسمها الكوينيلونز انا عارف الاسامي هتبقى ملخبطاك قوي دلوقتي بس واحدة وحدة كده وكل هيتشرح بالتفصيل ان شاء الادوية دي لو اخدتها مع المركبات اللي فيها هيفي ميتال زي بيتفاعلوا مع بعض الدواء اللي هو الترا سايكلين كمثال مع كالسيوم او غيره يتفاعلوا مع بعض ويكونوا حاجة اسمها انسوليبل كومبليكس لو انت فاكر من سنة اولى كلمة كان اسمها الكليشن كليشن تفاعل ما بين هيفي ميتال وارجانيك كومباوند الهيفي ميتال هو حد من دول والارجانيك كومباوند هو المضاد الحيوي هاشبوكوا مع بعض ويعملوا حاجة اسمها كليشن تحول الترا سايكلين الى انسوليبل كومبليكس واي اكتف كومبليكس ما استفدتش منه حاجة طيب سؤال ايه اللي خلينا ناخد الحاجات دي مع الادوية يعني طبعا ممكن يكون باخد كالسيوم كالسيوم سبليمينتيشن يعني لكن عايز اقولك ان التلاتة دول الحمول فكان عادة اللي بيحصل ايه ان التترا سايكلينز بتعمل هايبر اسيدي في جامدة اوي وبتعمل نوع من وتقلب المعدة كده ببساطة يعني فكان طلع اتجاه كده ان انا ايه اخد كوبسولات التترا سايكلين واشرب شوية لبن في كالسيوم او اخد التترا سايكلين واخد ايه انتسد الالمينيوم والماجنزيوم لو انت فاكر من السنة فاتت دايما انت لقيهم مع بعض مركب الانتسدز غالبا فيه الاتنين لان الالمينيوم بيعمل والماجنزيوم بيعمل ديارية فيعدله شغله بعض المهم اخدت التترا سايكلين واخدت وراء الفوار او شربت شوية اللبن ما حسيتش بقى اي حمودة او حرقان ولا حاجة بس بقى في عندي مشكلة ان الدو مش هيشتغل ان تحول التترا سايكلين مع الهيفي متال هيترسب في جي اي تي واطلع مع الفضلات ولا استفدنا منه حاجة طيب يبقى فيه مجموعة خلاص حرفنا بتتاخد اورل مجموعة بيقل امتصاصها في وجود الاكل مجموعة من الادوية ممكن يقل امتصاصها بشكل كبير لو بناخد معهم انتسد او اي مركب طبعا الحديد هيبقى بعالج ايرن ديفيشنسي انيميا وعندي انفكشن فبتطر ياخد انتباوتك بزات التترا سيكنان مثلا مش هيشتغل ولا الحديد هيشتغل يعني بالمناسبة طيب ايه كمان في الابزوربشن اا قصة اننا لو الدواء not absorbed اوري او بلاش not absorbed poorly absorbed فاكر لما كنا منتكلم من شوية على مجموعة الامينو جليكوزايدز قلتلك very highly ionized قلتلك lipid insoluble مش هيقدروا يعدوا من السلم فلو جيت اخدتهم اورل مش هيوصلوا تقريبا طيب هل معنى كده ان انا ما اخدهمش اورل ابدا لأ ممكن اخدهم اورل هيبقى الهدف منهم كأنك بتعالج local infection كأنك بس عايز تعالج infection في ال جي اي تي انترايتس بقى انواعه الشجلة بقى والسلمونيلا والتيفويد والكلام ده فمش غلط خالص ان انا استخدم دواء اورل من الانتيباوتكس يعني ويكون not absorbed او poorly absorbed لان انا مش عايزه يوصل systemic circulation مش ده هدفي هدفي ان انا استخدمه في علاج جي اي تي infection خلاص مفيهاش استغراب بقى طيب القاعدة التالتة بقى الا الرابعة ايه كان بقى طيب اه لو كان الدواء poorly absorbed وكان من الانواع اللي يتقال عليها broad spectrum او extended spectrum هنشوف بقى كده ان شاء الله المصطلحات بيعالج انواع كتيرة او مش بيعالج يعني بيشتغل على انواع كتيرة قوي من المايكوروريجانيزم او البكتيريا نقطة مهمة جدا لو انا اخدت دواء broad spectrum زي تيترا سايكلين وكلورام في نيكول وهنسمع عسام كتير ان شاء الله اخدتهم oral ممكن يمتوص منهم جزء كويس مش واحش يعني ويشتغل systemic مش دي قصدي النهاردة دلوقتي لكن قصدي هيفضل منهم بقايا في جي اي تي والبقايا دي broad spectrum فتقوم تعمل نوع من الامبالانس ما بين الفلورا اللي عايشة في الجي اي تي تموت حاجات وفي حاجات مش هتموت او تقلل نمو حاجات وحاجات مش هتموت مش هتقل نموها بالعكس ممكن تنتعش بدل ما الاكل كان بيتوزع علينا كلنا الجماعة دول خلاص ماتوا ولا ينقسم ويتكثر فالاكل اللي هي كل فيحصل حاجة كلكم اكيد عارفينها ان شاء الله اسمها super infection super infection من الحاجات المشهورة جدا اللي ممكن تحطها وانت مغمض لو بتتكلم على الاثار الجانبية بتاعة broad spectrum anti-biotic مش وقت دلوقتي يقول لك بقا شكل super infection ممكن يحصل شوية ديارية بس شوية اسهال وتكمل عادي بالanti-biotic وممكن يحصل كارثة حاجة يسموها anti-biotic associated pseudo membranous colitis خلاص يعني مش كل كتب بتكتب anti-biotic associated دي بس ماشي pseudo membranous colitis بيحصل غالبا بتبقى نتيجة حاجات مثلا زي حاجات زي انواع من يعني مش مهم او انواع البكتيريا دلوقتي بس انت عملت suppression دا حاجات وفي حاجات توحشت فعملت ايه بقى بدل ما حتى كانت وقتها كومنسلز كده عايشة في سلام مع البقين توحشت وبقت pathogenic فيبتدي يحصل اعراض في القولون هي اسمها كده pseudo membranous يعني هيحصل شوية death للخلايا بتاعت الميكوزة هيحصل شوية pass هيحصل شوية bleeding فيبانك قدامك كده لو عملت يعني منزار ولا حاجة يبانك انه غشاء بس هو غشاء كاذب عشان كده اسمه سودو ميمبرين وكولايتس لان الانفكشن او المشكلة حصلت على مستوى القولون ونعرف كده ان شاء الله وقتها علاجها ايه لانها من الحاجات المهمة قوي طيب يبقى دي مشكلة السوبر انفكشن كل ده من الايه من الجزء بتاع الoral administration اخر حاجة بقى فيه سواء كانوا orally absorbed او كانوا فيه ممكن اخدهم بother roots بالشرط ان انا اخدهم oral فيه حاجات طبعا بتتاخد intravenous حاجات بتتاخد intra muscular والintravenous زي ما كلكم عارفين يشمل intravenous bolus injection الجرعة كلها تتاخد مرة واحدة في الوريد او intravenous infusion او drip الجرعة سواء انت بتحلها على محلول او هي جاية اصلا عبارة عن محلول تدخل في الوريد ايه واحدة واحدة كده يبقى دي طبعا فيه حاجات بقى بتتاخد topical على الجلد وعلى العين وعلى مش عارف اين فدي قصة الabsorption خلاص طيب نيجي بعد كده للdistribution وبرضو كالعادة احنا لما نيجي نتكلم على distribution ممكن نقول يعني نقطتين تلاتة اربعة احنا ونصبنا يعني ال distribution دايما دايما لما يجي في ذهنة كده تتكلم على ويعدي ولا لأ هيعدي اكيد مش السؤال هنا عدي ولا لأ السؤال هو safe ولا unsafe على الفيتس وبعدين هتتكلم على binding to plasma proteins وبعدين لو عايز تحط هنا بالمرة بقى breast milk secretion فيه ناس بتحطه مع excretion فيه ناس بتحطه مع distribution مش مشكلة طيب مضاد حيوي هيعدي ولا لأ blood brain barrier تفرق مع حضرتك في ايه بقى تفرق معايا جدا لو قدر يعدي blood brain barrier هيتاخد في علاج المنينجايتس التاب السحائي او الحمى الشوكية زي ما بنسميه طيب ما قدرش يعدي blood brain barrier خلاص مش هينفعني بقى في المنينجايتس حتى لو هو في بيبوت الارجانزم ده صح لكن جيت الديتو للعيان ديتو انتروفينس وكل حاجة مش مشكلتي أورال عشان ما هادش تفكر ان هي مشكلة لا ديتو انتروفينس معرفش يعدي blood brain barrier خلاص طيب الحلف ده ايه لو ما كانش بيعدي blood brain barrier الحل في ده ايه الحل ان انا احقنه بنفسي جوه cerebral spinal fluid دي بطريقة اسمها intrathecal يعني كأنك انت لو ده الbrain كده وال spinal cord والمنينجيس حواليه كده انت حقنت الدواء جوه cerebral spinal fluid خلاص فدي طريقة اسمها intrathecal لو انت بقى لقيت ان ده احسن دواء يتاخد او لقيت ان في مثلا مش هيك resistance مع عدوية اخرى ايا كان بقى السبب وعايز تديه وانت عارف ان ما بيعديش blood brain barrier ممكن تساعتها تستخدمه intrathecal طيب نقطة اخيرة بقى في blood brain barrier كلكم عرفتوها من سنة اولى في بعض انواع الانتي بيوتكس اشهرها تماما الpenicillin الpenicillin ده lipid solubility بتاعته مش عالي قوي كويس فانه هرسم لك رسمة كده كلكم اكيد فاكرينها ده capillary endothelium ده basement membrane يعني حوالي ده والخلايا capillary endothelium مبارا عن capillary le basement membrane وخلايا مبطلة اسيبك بقى من ومش عارف ايه والحاجات دي هو ده كفاية اوى علينا احنا بنسبالنا في الفارما blood brain barrier عبارة عن cell membrane بتاع capillary endothelium والcell membrane بنسبالنا برضو في الفارما احنا غالية بقى اوى يعني السلم membrane بنسبالنا في الفارما هو عبارة عن lipids خلاص طيب قادي البلد هنا هو يعني هنا في بلد وهنا اللي بره بقى اللي هو cerebrospinal fluid انا عايز اعدي من هنا اوصل هنا عشان عالج من النجايتس المشكلته ان هو إلى حد كبير جدا خلاص مش كلهم طبعا بسيب الكلمة يعني المشكلة التقليدي يعني طيب عايز يعدي من هنا الهنا ما عندوش حتة يعدي منها غير السلم membrane بتاع الكابيلري اندوثيلي وده عبارة عن lipids وهو ما بيحبش الليبيدز ما فيش علاقة حلوة بينهم فمش عارف يعدي طب مش عارف يعدي ما بين الاندوثيليا السيلز كده لأ لان في تقدر تسميها بقى سبحان الله يعني لما يحصل المنينجايتس تلاقي الpenicillin قدر يعدي blood brain barrier يعني الpenicillin في normal meninges cannot pass penicillin في inflamed meninges اللي هي المنينجايتس دي قدر يعدي طبعا عملها ازاي بقى يعني العكروت ده هي مش هو اللي عملها الهي هو اللي حصل في الانفكشن القلم الحمر ده خلص ليه ده جديد في الانفكشن بدل مكاتي الخلايا عاملة كده بدأ يحصل من بتاعة الارجانيزم اللي عامل الانفكشن ده يقول لك ان بدأ يحصل في يعني فيه ناس بتقول الخلايا تبقى فلاتن كده شوية المهم من كده ان بدأ يبان فراغات ما بين فالpenicillin استغل الفرصة وطلع من فقدر ساعتها يعالج خلاص يبقى دي اول حاجة في الديستريبيوشن احنا ماشيين ايه طيب ادي اول حاجة في الديستريبيوشن ايه بلاد برين باريير تعال بلاسينتال باريير الموضوع بسيط جدا وهي بقى انديفيدو البقى مع كل دواء كل الادوية هتعدي بلاسينتال باريير تخيل حتى الامينو بلايكوزايدز انت فاكرهم جيت ابلعهم اورال مش هيمتصوا لما جعلك بهم لازم هتديهم بارينترال انجيكشن انترا فينس او انترا ماسكول امتى اديهم اورال لو انا عايز اعالج مش لازم يمتصوا لحاجة هتشتغلوا موضوعيا صح يعدوا بلاد برين باريير لا طب لو في انفلاميشن برضو لا تخيل ان هم لهم كده شوية كبير وبيعرفوش يعدوا حتى من هنا يعني فمش ما بيعدوش الحاجة اللي بيعرفو يعدوها البلاسينتا يعدي البلاسينتا البريير ويعملوا مش بقى تشوه في الجنين هيعملوا بقى حاجة هنسمحة ان شاء الله في الاعراض الجنبية بيبوزوا العصب التامن بتاع الاذن طيب يبقى في بعض مش بعض بقى كل الانتيباوتوكس بيعدوا بس لقصد ايه في بعضهم مؤذي يعني مش عايز اقول كلمة تيراتوجينيك لان كلمة تيراتوجينيك دي موصوفة دايما للتشوه العب شكل يعني عب الخلق نفسها يعني لكن قادر اقول بقى اي حاجة تدل على لانهم عاملوا مشكلة يعملوا مشكلة في الكدني بتاعت الجنين يعملوا مشكلة في العصب بتاعت الجنين يعملوا مشاكل مختلفة يعني فالحكم بقى ساعتها وهنجمع ان شاء الله واحنا ماشيين كده مين عشان المستقبل يعني ممكن محدش يسألك في سنة تالتة مين الادوية اللي هي مسموح بها في الحواهم الممين لأ لكن هتفرق معنا ان شاء الله لما نيجي نشتغل بقى خلاص يبقى ده بالنسبة البلاسينتا البريير بلازما بروتينز ما عندناش مشكلة معظم الادوية مسكة على بلازما بروتينز جزء جزء والقصة اياها الفرق ما بين الاتنين لكن دايما لما تيجي في ذهن كلمة بلازما بروتينز افتكر مجموعة اسمها سالفونا ميتز فاكر دايما لما كنا بنقول الادوية قلنا مجموعة خلاص اسمها أو تقدر تقول كلهم معاد البراثيتامول ومجموعة اسمها سالفونا ميتز تمام يبقى السالفونا ميتز مسكة بشكل كبير جدا على بلازما بروتينز وعلى فكرة الكلام ده يعني مش عازز عليك والله انت اكيد نسيت بس انت سمعت في سنة اولى طيب ايه الفكرة بقى ايه المشكلة هما مسكين على بلازما بروتينز فيبتدي يحصل طيب مين هيزيح مين الاقوى يزيح الاضعف طبعا انا عرفت الاقوى الاس والاس وخلينا في السلفونا مين الاضعف التلاتة الاورال اللي انت فاكره ويهمين حتى فيهم اوي الاورال انتي كواجولانز الورفرين ملطشة الادوية ده والاورال هيبو زي السلفونا زي السلفونا الورية في الديابيتس كان السلفونا تزيح السلفونا الورية هما ارايب شبه بعض لكن السلفونا ماسكة اقوى والعدد المكان على البلازما بروتينز قليل فلازم نتخانق فالسلفة تزيح الادوية زي احضر الاورال انتي كواجولانز زي الورفرين يحصل بليدنج زي احضر الاورال هايبو جلاسيمي زي السلفونا الورية يحصل هايبو جلاسيمي فلازم اقلل ساعتها لو هستعملهم بقى مع بعض لازم اقلل جرعة الاورال انتي كواجرانز او الاورال هايبو جلاسيمي طيب ادناهم لطفل لسه مولود ما بيخدش ادوية ولا حاجة عنده انفكشن فقررنا نعالجه بسلفونا مولود ويحبزه لو كان لسه بريماتيور كمان لسه الاجهزة عنده مش طيب دخل على بلازما بروتينز ملقاش ده ولا حاجة بس لقى بليروبن قصة مش غريبة علينا مش كده هيزيح البليروبن من على البلازما بروتينز يبدأ البليروبن لما يعلى في الدم يسموه هايبر بيلي روبي نيميا سهلة جدا والله يعني زمان طالب كنت بكتائب يعني حاجة كبيرة كده لا يعني نشوف حاجة تاني نعملها نعود بقى نفسر ايه القصة دي هايبر زيادة بليروبن بليروبن ايميا ودم يبقى هو زاد مستوى البيليروبن في الدم هيحصل ايه الطفلة هيصفر جوندس والبيليروبن هيعد بلود برين باريير اش معنى في الاطفال لانه الليفر مش ماتيور قوي مش عارف يعمل البيليروبن يفضل بليروبن يعني والبيليروبن العالي ده هيعد ويترسل في البيليروبن ويعمل مشكلة كلنا فاكرينها وهنفتكرها ان شاء الله اللي هي الكرنيكترس المخ الاصفر زي ما بيقوله الترجمة الحرفية ويعمل برين دامج بقى في الاطفال دي خلاص عشان كده بنخاف اوي نديه في الاطفال بذات لو بريماتيور في الحوامل في اخر الحمل في اللاكتيشن طيب بريست ملك معظم الادوية بتنزل في البرست ملك في بعضها ادوية سيف زي اي حاجة في الانتيباوتس في ادوية سيف مش هتعمل حاجة في الطفل اللي بيرضع وفي ادوية ممكن تعمل مشكلة من ضمنها لسه اليه سالفوناميت خلاص فوقتها برضو الحكم على الداوة ده سيف والرقف البريجنانسي مهم في ادوية زي مزعجة جدا مزعجة قوي لانها بتعمل مشكلة في الاسنان والعظام بعد كده وهكذا فده بالنسبة لنا كده ان شاء الله خصة الايه الديستريبيوشن طيب نيجي بقى على اللي بعدها اللي هو الميتابوليزم والإكسكريشن او الفيت بتاع الانتيبيوتكس على نفكر كده مع بعض يعني اللي ممكن يحصل بها خلانا الاول في الميتابوليزم في ادوية من الانتيبيوتكس في الليفر بالهيباتيك مايكروزومال انزايمز خلاص مش كتير قوي بس يعني موجودة سواء كله او جزء منه هلو طيب مش مهم اسامي قوي دلوقتي بس انا اللي هميني دلوقتي بقى اهم من ان الادوية بتتكسر بالهيباتيك مايكروزومال انزايمز قانون مهم بقى كالعادة لما يكون عندك عيان عنده ليفر ديسيز او عنده هارد فيلير في الدم اللي وصل للليفر قليل يعني فيه وظيفة الكبد مش مكتملة خلاص وانت هتديله انتباطك ركز معايا بقى كده عشان والله انا فياك المرة ديت المحاضرة دي في النقابة والناس يعني ايه طبعا بما انهم بيشتغلوا كده وعندهم المشاكل مع العينين فكانت يعني انا اتفاجئت برد الفعل يعني كان كويس المحاضرة اللي ديت في النقابة المهم انت وانت بتتعام بتتعامل مع مريض بقى لو لقيته عنده وعنده مشكلة في الكبد هتعمل ايه انت عندك ادوية معتمدة في بتاعها في التخلص منها على وعندك ادوية تانية معتمدة على مش مهم تتكسر في الكبد ممكن ما تتكسرش خالص او تتكسر منها اجزاء بسيطة الاعتماد على خلاص طيب لما يكون عندك عيان من دول عنده او بياخد الانزايم انديوسر او هباتيك ميكروزومال انزايم انهيبتور لازم تزبط جرايتك مش كده الافضل لو تقدر تبعد لو العيان عنده وانت هتديله دول دول وخد بديل من بتوع الكدني طب افرد مضطر عملت لقيت ان دول احسن دول فلاني في الانفكشن ده وده بيكسر بالهباتيك ميكروزومال انزايم هتعمل حاجة اسمها دوز ادجاستمنت لها معادلات مش علينا مش علينا في المنهج الفرما خالص بس موجودة لو انت فتحت ساعتها اي موقع وكتبت دوز ادجاستمنت ان هيباتيك ديسيز هيقولك والله على حسب بقى معادلة فلانية هتديله الجرعة الفلانية خلاص طيب بتدي دوة من اللي بتكسره بالهباتيك ميكروزومال انزايم يعني هتديه مع فينيتوين فينيوبربيتون كاربامازيبين نيكوتين اي حاجة من دون هتعمل ايه ساعتها في الانتيبيواتيك هتزود جرعته لانه هتكسر بمعدل اسرة العكس وده اخطر بقى اديت الانتيبيواتيك مع هيباتيك ميكروزومال انزايم انهيبيتر لازم ايه تقلل الدوز بتاعت الانتيبيواتيك عشان ما يحصلش طيب اخر حاجة عشان نسيب الكبد في عندنا كزا واحد من الانتيبيواتيك هم نفسهم هباتيك ميكروزومال انزايم انديوسر اشهرهم ده واسمه ريفامبيسين ده هنقوله ان شاء الله زي بقولنا مع وفيه ادوية ودي ممكن تبقى اكثر خطورة يعني ويسمعنهم على فكرة الناس اللي سامعت الجزء بتاع ده واسمه اريثرو ميسن من انتيبيوتكس يعني قديم شوية بس ستيل مشهور يعني ده وقديم قوي اسمه كلورام في نيكول حاجة من مجموعات الكينولونز ده واسمه سايبروفلوكساسين وممكن حط معهم ده وابتاعة تيبيه اسمه ايزونايزايد او اسمه اختصارا اي ان ايش دول امثلة للهيباتيك مايكروزومال انزايم انهيبيتورز خلاص فممكن يقللوا تكسير نفسهم لوما بيكسروا في الليفر يقللوا تكسير نفسهم فيحصل منهم ادفيرس او توكسيك الاختر من كده لو اخدتهم بقى مع عدوية اخرى لها يعني بالمرة كده العيان عنده برونك الازمة بياخد ثيوفيلن وبعدين جاله فاخد اريثرو ميسن لو ما قللتش جرعة هيدخل في تسمم لان الثيوفيلن من الادوية الليها خلاص وقص على ذلك بقى اي دوع من دول مع الادوية الليها بتكسر في الكابل زي مسلا او يبقى دي حاجة مهمة الحقيقة جدا في الموضوع بتاع الكيمو يمكن بس ما بقولك في الدراسة ما يبقاش اه هتذكر طبعا في الامتحانات وكده لكن قصد مستقبلا يعني طب ادي اول حاجة ممكن يعني ايه يبقى لها علاقة بالفيت الجزء الاخير بقى اللي هو بتاع طبعا ممكن يبقى الدواء خلاص تكسر في الليفر ونزل عن ضريق الكيدني ما يهمكش لكن بالنسبة لالإكسكريش في عندنا مجموعات كثيرة من بتنزل في اليورين فهم معناه مش كده ما حصل لاش ميتابوليزم زي ما دخل دواء كده بالمعروف اكتف يخرج من غير ما يحصل ميتابوليزم او كيميكال بايو ترانسفورميش طيب دي بقى لها كده نقطة مهمة النقطة الاولى انه نازل اكتف نازل في مجرى البول كده من اول بقى الكيدني واليوريترز وشعري في اليوريني بلادر واليوريثرا نازل بخيره نازل فعال فقاعدة مهمة بقى اول ما تسمع ان الدواء ده في الانتيبيوتكس بينزل انتشينج افتكر انه يعالج ان يوريناري تراكت انفكشنز يوتي اي دي اختصار مشهور ودولي يوريناري تراكت انفكشن تكلم على سيستايتست تكلم على يوريثرايتست تكلم على حاجة يبقى ده بالنسباني حاجة مهمة اولى لو نازل من غير ما يتكسر القاعدة التانية زي ما قلناها هنا لو انا هدي دواء مؤتمد على ليفر ميتابوليزم والعيان ليفر بتاعه تعبان يتبعد عنه يقيمة زبط الجرح هنا نفس القانون لو انت تقدر تستغني العيان عنده بقى عملت وظائف كلا سيرم كرياتينين كرياتينين كليرانس اي حاجة من دول لقيتها مش مظبوطة يقيمة تبعد خالص عن الانتيبيوتك اللي معتمد على يقيمة يعملت يعملت